هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم إذا دعت الضرورة إلى ذلك؟ هذا الأمر بالنسبة للزواج للفقهاء فيه حديث وتفصيل فبعض المذاهب والحنفية والحنابلة يرون أنه حتى بالنسبة للحج لا يمكن للمرأة أن تسافر في الحج إلا ومع هذا محرم بالنسبة للفقه المالكي فإنه لا يشترط المحرم ضرورة أن يشترط قد لا يكون المحرم موجود وإنما تكون هناك رفقة مأمونة فكأن تسافر المرأة مع صديقات لها ومع عائلة مختلطة فهذه يجوز فيها في حالة الاضطرار يقول الجميع بأن ذلك جائز والنساء المهاجرات اللواتي هاجرنا من مكة إلى المدينة هاجرنا مختفياته لم يكن معهن لا واحد من أهل ولا جماعة وكنا يهاجرنا لأن ذلك كان من باب الضرورة وقد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك منه المهم هو توفير حالات الأمن وحالة الاطمئنان على أن المرأة قد تخرج من هذا المكان إلى هذا المكان من غير أن يتصاب ولكن حينما لا يوجد الأمن المرأة لا تستطيع ولا الرجل لتحرك ولو في مدينته حينما يبتعد إلى أطراف المدينة يمكن أن يتعرض لخطر كبير إذن هذا هو الذي يجب توفيره أو هو السلامة والأمن عند هذا الحد أتوقف أسأل الله سبحانه وتعالى نيادنا بلقاءات أخرى وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته